اشتركوا في القناة وسكانها يرتحلون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم يختصم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكروا ولذلك يجب على المسلم أن يكون مخبتا لربه منيبا إليه مطيعا لأوامره مجتنبا لنواهيه يتقرب إليه بفعل الطعاة واجتناب المعاصر والمنكرات ويجب عليه أن يكون لله خائفا وجلا فإن ذلك حري به أن يسلك به سبل النجاح وطرق السلام فإذا كان المسلمون في هذه الدنيا خائفا من الله جل وعلا مراقبا لله سبحانه في جميع أعماله يتقرب إليه بفعل الطاعات ويبتعد عما يغضبه فإن له الأمن التام يوم القيامة والعكس بالعكس إن كان هذا الإنسان ممن اقترف المعاصر والآثام ولم يراقب الله جل وعلا في سر ولا جهر فإن هذا قد توعد بالخوف يوم القيامة إخواننا ألم يتفكر الإنسان في حقيقته ومنتهى لا بد له من يوم سيرحل عن هذه الدنيا وسيفارق ويودع هذه الدنيا فإلى ماذا سينتهي أمره وعلى ماذا سيقدم عش في هذه الدنيا طويلا وتمتع في هذه الدنيا وملد ذاتها والنهاية هي الموت ميت كما مات الأنبياء سيموت هذا العبد وسيترك الأموال والأولاد والزوجات ولن يذهب معه إلا العمل فإن كان عمل خير وجد ما يصره وإن كان عمل سوء وجد ما يسوءه فإلى متى غفرة الإنسان والبعد عن اكتساب الأعمال الصالحة إن خوف الله جل وعلا هو دليل الإيمان ولذلك إخواني رحمكم الله اعلموا أننا وإياكم عما قريب عن هذه الدنيا رحلوه وعلى الآخر هم مقبلون وعلى الله جل وعلا واردون فجملوا أعمالكم بالإخلاص وتوجوها بالتوبة والإنابة ولا تكن الذنوب حاجزا لكم عن التوبة فأحسنوا الظن بربكم جل وعلا وخارقكم الذي هو أرحم بكم من الوالد والولد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة